موسيقى موسيقى اي واحد سوّلتي على اقل عدد الدين الجمهور 행ضار مبارها الدين العسمية أضعف عدد الدين للجمهور وهذا مفاجئ خاصة الأجياء الصغيرة أضعف عدد الدين للجمهور وهذا ما كان في شهر دجنبير 1978 في ملعب الأب جيغو في الضار البيضة لماذا كان هذا العدد الصغير للجمهور؟ لأن المباراة جاءت من وراء الهزيمة التقيلة التي كانت تلقاها المنتخب المغنيبي أضعف عدد الدين للجمهور في دجنبير 1970 برسم إقصائية الألعاب الأولمبياء للاعب الأولمبياء التي تجرت في موسكو وهذه الهزيمة كانت أضعف على جمهور الكورة وأضعف على المغاربة كاملين والمدراجة فارغين وحتى وحن المباراة يتفرج في كورة في هذا السياق هذا لدرجة أن الملعب الأب جيغو كان شبه فارغ إلا بحل لكين شي مباراة يعني تدريبية وشي حاجة وشكل يحضرون فاتك 125-300 يعني بينا حضرون دوك اللي كيموتغ الكورة بزاف ولعب الضعيف كان منهم رغم السن ديالي كان ساعة 17 سنة فاكتما كان يعني كم يتبولون وشكل تشي ماتش للكورة حصلت في الأب جيغو في واحد الفترة اللي كان الملعب الشرفي X ملعب 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 الخاميس كان فيه الأشغال استعدادا لإحتضاء المغرب لألعاب بحر ربيض المتوسط ودخل ماتش ذلك الديربي كان واحد للبرودة يعني انتهت المباراة بجلو واحد ودخلوا الرجاء مركوا البيت ولكن احترى الرجاء رجوين مفرحوش يعني انتهت صار بارد مباراة عادية جدا لا يوجد حركة في مدرجات ناس كتتفرج في كورا وصل في ملابين واحد تضمور واحد الغاضاء الشديدين عندما بدأ الجمهور يرجع المدرجات؟ من بعد شهرين نيجيريا تحتضل كهس أفريقي للأمم والمغرب شارك بشكلة مخضرامة وحتل الصف الثالث في هذه الألعاب وكانت مفاجأة وتم بدأ الجمهور يرجع وبدأوا كبير واحد عن هذه اللعابة منهم مرحوم عزيز الديدي خليد البياد وبدأوا اللعابة ترجعوا للي شاركوا في الهنزيمة دي الخمس الواحد منهم الشيشة الويداد المرحوم ظلمي الرجا منهم سحيطة سحيطة دي الويداد والظلمي واحد عدد دي اللاعبين 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 جمال جبران حتى هو رجا يعني كنتما بدأوا هذه تجل التاريخ وهذه نقطة اللي كان عتاقل ما أمرشوا واحد تتكلم عليها وكان عدي مزيفة مزيد من من الأحداث والأخبار المتميزة اللي ما كيتتكلمش لاشي حد ومن هالمباراة دي الخمسة الواحد يعني رجع واحد العدد دي التفاصيل ديالها والكواليز ديالها وكيفش كانت كلها هزيمة وشنو كان موراء السيطار واحد العدد دي الأمور موسيقى كون دابي تدرائت خطبه كون دابي تدرائت خطبه موسيقى موسيقى موسيقى